اشتركوا في القناة تكون عرضة كل يوم للعدوان الاسرائيل الغاشم صراحة صحيح ومن وجهة تحية لكل الشعب الصامد عن جد يعني لما غنوا الله معك يا بيت صامد بالجنوب ما غلطوا أبدا لأن عن جد هذا الصمود بيعطينا نحن قوة نحن عم كافي حياتنا عادة بس أهل الجنوب يعني عم بيكونوا بالواجهة بس لبنان كله عم بيدفع التمن صحيح صحيح يعني كل لبنان يتأثر بما ما يحصل بأي قصة من لبنان والحقيقة أنه نحن مرتاحين جدا أنه الناس عايشة والناس بعدها بتروح وبتجي والتهجير ما كان كبير كتير يعني لأنه الناس بعدها صامد حتى ببيوتها نعم صحيح على كل حال نحن هذا مكتوب علينا يعني أنا دولة حدنا وهذا مكتوب علينا شو ما نسوي طيب اليوم في يعني حروب بتعمل أوجاع نفسية وفي أوضاع بطريقة شغلنا بحياتنا قدم نقعد وراجدون السيارة أبي يعني هيدا التليفون بيوطي لنا راسنا تنتابع كل الأخبار عم تعرف هلأ عم بيقولوا أنه بيقدار كمان كتار عم بيحكي أنه في ضربة إسرائيلية للبنان ما بدنا نهول على الناس بس عم بسمعها على النسان المحللين وعب يتنقلوا على السوشيال ميديا بس بس هاي من زمان نسمعها عايدي عرايتك بس إنه إن شاء الله إن شاء الله تضل ضمن التوقعات مطصح أوجاع الرأبة دكتور صحيح يعني دايماً منحكي وما بيخلص الحديث وبيضل في أسئلة وهلأ إذا بفتح مجال للمشاهدين ورح أفتح لهم آخر عشر دايق مجال للاتصال بتشوف أدي يعني فيه نسبة مرتفعة جداً من أوجاع الرأبة صغار وكبر صحيح بالزمان كنا نتشوف أمراض الرأبة وأوجاع الرأبة وما ينتج عنها كنا نتشوفها بالسنوات من فوق الأربعين فوق الخمسين هلأ بالعشرين وبالطالع وكتراني كتير ومشاكلها كتراني صار تعطي عوارض أكتر ما كنت تعطي بالماضي لأنه عم بلش بكير فبيصعل عندنا المريض بشكل عام متفاجأ إنه بيجيك بالسنة 22-23 سنة بيقول لك أنا عندي فيه شوية أوجاع رأبة بس أكتر من هيك عندي دوخة عندي واجع راس عندي مش عم فيه ركز تركيز عندي لاباشي على العينين طبعاً هاي تكلها من مشاكل الرأبة التنميل بالأطراف يعني السن مبكر جداً لهيك بس عم نشوفها موجودة بكترة وعم نشوف إنه عم تولد أزمات كتيري يعني المريض بيلجأ ساعتها لعدد كبير من الأدوية كمية كبيرة وبالسن مبكرة يعني بعد خمس ست سنوات بيكون تأثر جسمه كله بهالأدوية اللي عم يأخدها مبقى شي يعطي مفعول مش عم يكون الدواء في أكثر الأحيان في أكثر أحيان مش عم يكون أكثر من مسكن لهالألام هاي دي بينما عم نغلي في المرض والمرض عم يتطور وعم ويصل للناس بعدين إنه والله صار في عنا كمان مش بس عدم كدره على التركيز صار في ضعوب بالذكرى عفترات طويلة لا لأنه أي أوجاع بالرأبة بصور في تشنج بالعضلات بصور في وصول أكسجين أقل أقل وتغذية أقل للدماغ ورجاء الشرايين هي من نطخين كفاية بس تتشنج عادة وزائد السترس بيخليها كمان الشرايين تسكر وما تكون من فتحة أو فاتحة بطريقة طبيعية بيؤدي هذا كله على عدم وصول التغذية إلى الدماغ هالخلايا الدماغ بصور فيها نوع من الضمور الخفيف شوي شوي بصور تضعف في التركيز بصور فيه دوخة بصور فيه عدم توازن بصور المريض بيقول لك وشي بالرأس حتى توصل في بعض الأحيان جزء كبير من المرضى إلى طنين بالأذن طنين بالدينين طنين الدينين عم نشوفه كمان كنا نشوف بالزمان مريض مريضان بالسنة حتى مش بالشهر يعني بينما هلأ طنين الدين الأذن والإذنتان أكتر الأحيان عم يكون موجود بسيط شي حوالي 10% من مرضانا نعم نسبة كتير كبيرة كبيرة وعم تقدي إلى المريض ما إلي علاج بالطب العادي وفيه اتفاق عام بكل الطب العادي ما فيه علاج طنين الدينين وانه هيدا بتعايش معها بتعايش عدوية العصاب وغيرها الطب الصيني وحتى فيه دراسات ومؤتمرات يعني مش مؤتمرات الطب الصيني مؤتمرات الطب العادي يعني انه الوحيد اللي قدر يعطي نتيجة فيها هو الطب الصيني لعلاج طنين الديني قسمة كبير منهم مشاكل طنين الديني غير النشافان والضجيج والسترس وغيره عم يكون من مشاكل رأبي زيطها نعم طيب دكتور علي سرحان بعرف عنك طبيب داخلي طبيب أمراض داخلية طبيب طب الصيني صحيح بخبرتي معك بعرف بمطرح من المطارح بتروح للأدوية لأن اختصاصك بخولك انك تعطي أدوية بس لما بتلاقي الحال بالطب الصيني بتجرب تبعد مرضاك عن تناول الأدوية صحيح؟ صحيح اليوم مطلق شخص يعني إذا أنا جيت لعندك قلتلك دكتور علي سرحان عندي أوجيع بالرأبة عم بحس رأبتي عم تخضر يعني أوقات هيك ببطل فيه باللمس بطل فيه عندي إحساس بالجلدة كمان صحيح لأنهودي أنا بعاني منهم يعني عن جد هيك فبتحس أنه خلص في شيء كأنه رأسك بمطرح وكتافك بمطرح وهل حلقة الوصل بينتهم مفؤود الرأبة صحيح هذا الشعور موجود عبداً إحنا المريض لو بيصل لنا بيكونوا عم يخد أدوية أو بيكونوا ميخد أدوية قسم كبير بيجي على العلاج بالطب الصيني بيقول لك أنا ما عد عندي حد حل غيره يعني بتوصل لهالدرجة بيكونوا عامل طبعاً يعني علاج فيزيئي بيكونوا عامل علاج بالأدوية بيكونوا عاملوا الانفلتراسيون بمواد مثل الكورتزون أو النوفوكاين وهو المخدر يعني بالنهي المريض بيصل مرحلة معاش فيستعمل هالأدوية بكمية كبيرة فبيلجأ إلى العلاج الطب الصيني لأنه هلأ حالياً صار منتشر صح ومؤسف جداً نحن نحب ينتشر الطب الصيني يعني لأنه يعني هذا الطب بيساعد ناس كتير وبيخفي من استخدام الأدوية وبيخفي من معاناة المريض لأنه أكتر الأحيان بيكون شافي ببيديته ببيديته الأمراض الروماتيزم أو جعل مفاصل أو جعل الظهر أو جعل الرأبل ميجران كل هالأمور بالطب الصيني أكتر الأحيان تكون شافي كلياً فنحن منهم نشجح فيه أمور فيه أمراض كتير يعني حتى فيه دراسة بالأمم المتحدة يعني منظمة صحة العالمية بتشجع الطب الصيني وتقول أنه يعالج ويشفي حوالي ثلاثة وثلاثة مرض يعني هي موجودة كل الأمراض نازلة كلها بس لحي كمان منقول أنه المريض اللي ما بيوصل عندنا بيوصل عنده كمية كبيرة من الأدوية عم ياخدها صار عنده يأسم الأدوية لأنه صار عنده مشاكل بالمعدي صار عنده مشاكل بالكمل طبعاً لابدت تترك أثارة سلبية الأدوية وخاصة على الفترة الطويلة مش إنه مش إنه خطأ طبي لا خطأ من الناس لأنه الطبيب يصف لك دواء بيقول لك خده لخمسة عشر يوم عشرين يوم المريض بيرتع على بعد يكفي شهرين ثلاثة وسينة وسنتين وحتى مرضى بيقول لك أنا والله الحبت حبت الكذر دواء حطيتها بجيبتي بس لها حالة شوية بخد لي يومين ثلاثة منها يعني هو وأوقات بيعمل العكس للمريض ما بيكفي العلاج يعني من يخد أول ثلاثة أيام أربعة أيام صحينا خلص بلايها لا دبقاً هيك صحيح ما بيلتزبوا بالله نرجع من انتكس بعد فترة ما بيلتزبوا بها هيك فعمل زيلوا عدد المرضى اللي صار عندهم نعم الكرونيك المزمن هالمرض هيدا وصار علاجهم بيجوا على علاجات طبيعية لأنه معاش في نتحملوا علاجات العادية لأنه صار في خطأ من أكتر حياب من قبل المريض باستعمال خاطئ فنحن منقول أنه العلاج بالطب الصيني بس يبلش متصور نخفف له الأدوية إذا كان بعد في إمكانية أو منشيلها كلياً في أكتر الأحيان منشيلها يعني بعد جلسة جلستان ببلش النريض يرتاح منشيل الأدوية كلياً ونبلش صلي حدا الخلال طب الصيني ما بيعالج الوجع بس بيعالج الوجع لالتهاب المفاصل اللي هي الرأبي جزء منها وبيعالج تحسين دورة الدم للرأس بيعالج أنه يقيم هال هالسترس الموجود عند المريض لأنه من أفضل العلاجات للأسترس كمان هو الطب الصيني وهي دي متفتة وكتر رأس هل تلجأ إلى ممثلين بالسينما ممشهورين يعني حتى بيطلعوا أسماء على التلفزيونات أحياني هم يستعملوا الطب الصين للعلاج للأسترس وغيره هيدا النقطة اللي هون هيدا أحد النقاط هيدا أحد النقاط هيدا أحد النقاط اللي بتروي العصار خل المريض يرفقي عصابه في نقاط ليحسن قصة النوم بالجسم الإنسان موجودين أكتروا بالقضاء قدرة التركيز يعني هالقد متشعب يعني فيه رائع جدا نحنا نستعمله كتير لمرضة الألزامر كنت ستعمل نسمع بتحكم عنه شوي نحنا نستعمل كمان بعض الأرشاب لمرضة الألزامر وخسر إذا كان ببدايته ممكن حسنه كتير بس أكيد أكيد بأخره كتير كمان وعلاج مع الطب الصيني إنه متحسن دورة الدم للرأس بتتغذى هالخلايا بالدم والأكسجين والكولاجين وغيره وغيره هيت تغذيل بصور الدماغ عن طريق الوخص المقبرة يعني متخفف كمان يعني مرض النشاف أو الخرف عند المتقدمين بالعمر كلياً كلياً متخفف كلياً وخاصة إذا كان في بريده لبصار نشافين موجود بنا ننسى الموضوع طبعاً من هيك الوقاية المسبقة بنا ننسى صحيح بنا ننسى صحيح طيب دكتور اليوم بالطب الصيني مناخد يعني بحاجة إنه نعمل صور ولا بكف المريض يعني مع تشخيصك لأله تعرف يعني سيرته الزيتية شو أخذ إدوية طريقة عمله شغله نومه لا تاخد الخيار المناسب للعلاج بوخز الأبر نحن بس يوصل المريض اللي عنا أكتر المرضى بيوصلوا أكتر هنا صار في نسبة كمان منيحة اللي بأس بها بتجي بداية نعطوا بالصيني صاروا عم يطالعوا عم يقروا عم يسمعوا واحد من زميل ومصادقه بدي ضيف شغلة لأن هاي مش للدعاية بس هيك بخبرتي معك ضروري أعطيك هيدا الحق أول فترة كنت أتردد لعندك على العيادة كنت شوف المرضى كلهم هيك يعني كبار بالعمر بعد فترة صرت شوف الشباب ومرت فجاءت شفت أحد الرياضيين يعني اسم الله عليه أطول مني وعم بسألوا أنه أنت شو عم بتعمل هون كذا قال لي ما أخدت نتيجة إلا بالطب الصيني اليوم عم بشوف مراكز كتير يعني صار إذا بدك نوع من إذا بدك تسويق إنه طب الصيني كذا 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 والناس عم تروح بس مش دايما بيكونوا يعني في شهادات وفي صحيح صحيح يعني كيف بيقولوا براءة اختراع في يعني كنت حابب بيحكي شوية عنا مملك الوقت شوي حيتنصر في كتير مراكز بس بدك تجاوبني على طريقة العلاج صحيح اوكي بدك بناحكي عنا بدك بدك يا بدك يا أنا وياك بعض عنا تقريبا شي سبع ثمان دقايق بدي حكي بس كلمتان عنا المراكز انتشرت بالطب الصيني إلا فويد أنه انتشرت بس إذا كان اللي عم يشتغلوا بالطب الصيني مش أخصائيين ويفضل يكون طبيب أخصائي أفضل لأنه جسم الإنسان معقد يعني ما بدي عمل بس بيكونوا في أشخاص تكنيسيين عم يشتغلوا صار في عم يجي شكاوي كتير وهيدا بسيء للطب الصيني بيقول لك أنا عملت أنا بسمع كتير ناس والله أنا عملت طب الصيني عملت تلاتين جلسة وما استفدت يعني هيدا عم يسمع عبستمرار ما تنخزني عم ياخدوا عم ياخدوا مثلا حطين أسعار يعني أنا كاختصاصي بالطب الصيني والطب الداخلي من حوالي ثلاثين سنة ما بيخد نص سال مش للدعاية لأنه حرام يعني تاني شي يعني خلي شيء منطق بدي يكون فيه منطق بالعمل الطبي العمل الطبي مش بس معمول حتى للكسب المال معمول كمان لأمور أخرى طبعا فنحنا بلقول أنه يجب أن يكون الطب الصيني مراقب هلا مش مراقب فيه فلتان كامل بالبتاع البلد كيف وضعه وغيره بإصباننا وسط مرحلة بلشنا هيك لما أنا كنتنا أول اقتصاصيين في إصبانيا كا اختصاص طب صيني كنا جامعة شانكاي عملت فرع للتخصص وكنا سبع الطباط تخرجنا وانتشر سانتشر كمان بتللع بهالشكل غريب ايش تدولي اخر شي وقفت هذا روحوله ايده هذا نزعوله رائبته هذا ضربوله عينه هذا كذا فقالت بدي يكون طبيب واقتصاصي ومعشيدي بالطب الصيني على الشي جيد طيب هون هيك سؤال شخصي بس استفساري حضرتك منتسب للنقابة منتسب كطبيب أمراضي خلية ولا كطبيب صيني ما فيه اختصاصي لان انت اذا ما جبت عشر او اتناشر اختصاصي وتشكل جامعيه اختصاصي اوك 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 اصحاب الاختصاصي يعني شهده جامعيه مثلا هكذا بعطولي على الفيسبوب بعطولي واحد يعني ناس منعلم الطب الصيني باسبوع يعني تصور انه انا مثلا باسبوع يعني ما كنت بعمل تعلم الاسماء أو عدد الأركاب مثلا بالاختصاص يعني ثلاث سنين وعندنا ماستر سيني لأربعة سنين طب الصيني يقوله كتير حلو دراسته بيتعمق فيها ويتعمق فيها ويجرسه عن جد فيينتج ويعطي نتائج جيدة جدا 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 بأمراض ما بتتصور إنه لا تعالج بالطب العادي أبدا طيب علاج الرقبة وخز أبر كيف تبلش من الألاف لليه طبعا نحنا نتلي شغلك نحن نحكي فيها قبل على الهوى يعني مباشر كنا عن كز الأسنين عن كز سنين عم يجينا كتير كز سنين يعني وأكثر الناس طبعا كز سنين بتعملوا أوجاع رقبة صحية وحتى أوجاع الرقبة بتساعد على الكز بسنين هيا عمنا علاجها علاجها جيد جدا جدا وأكثر الناس معالجوا بيقول لك إنه ما عاشنا عم كز على سنين لأنه قففنا الضغط بالرقبة فبطل المريض كز على سنين وعن تعطي نتائج حلوة حلوة وصار في عنا هلأ أوجاع رقبة بالكلينيك ستين سبعين بالمئة من المرضى أوجاع رقبة ما بيجي حدا بيقول له شو نغري أوجاع رقبة أو جي حط الطوق أو جي حط يدو على رقبة وبيصل المريض يعني وأدوية كمية كبيرة بحطي لي كيسة أدوية قدامه اللي ما أخدهن طبعا الأدوية كتير مكررة بأسماء مختلفة كمان بس الحلاج من الطب الصيني بنبلش بعد ما نمله الصورة للمريض أكثر الأحيان أكثر حين ما بلجأ للصورة المغناطسية لأن الصورة العادية بتعطيني انطباع كيف وضع الفقرات مثلا أصل المريض اللي بيصل لنا بيكون عمل له صورتان ثلاثة مغناطسية وأربع خمس صور عادية وغيرها وفعلا هكذا عم يصير وبيجيب لي معهم كيس كبير من الصورة نحن نقول له خاي يعطينا أخر صور المريض للأولينية يعني ويطلع بهالوضع الحالي أنه المريض يعني عمل صور عديدة لأنه زار زار أكثر من مرجع وبالتالي كل مرجع طلب له صورة لأنه ممكن تصور أنه في ناقص أو في تطور بهالمرض هيدا بس نبلش بالعلاج نحن عادة بتالت جلسة رابع جلسة المريض بلش يشعر بفرق كبير ببلش يرتاح بصور هو يجي على جلساته بتقيم له استرس تشنج العضل بروح واجع الرأس أول شي بروح واجع الرأس مباشرة بأول جلسة تاني جلسة بروح واجع الرأس أو بصور خيف تدريجي الدوخة عدم التوازن عدم القدرة على التركيز كلها بتتحسن يعني بعد عدة أسابيع لأنه مصور يسعر الدم على الدماء بالشكل المطلوب ثم المريض المصور ينام بالليل منيح طب الصيني بيساعدوا أنه ينام بشكل كتير غميء وكتير جيد حتى مرضى كتير لنا بينام ويمكن أنت محيلا تسمع ناس نايمي بالغرف أنا كنت أخفى يخفى الناس بأنه كتير بروح العصاب برخ العصاب كنت أعتلام كيف ترجع روح على البترون عادة بروح العصاب أكتر مهوك وحتى كنا نستعمل كتير الكزع السنين موجودين عندنا من القديم بس هلأ زاد كتير كتير يمكن أزمات البلد كمان يمكن أزمات البلد المريض بينام وعم يفكر بكيف أدروح على الحكيم كيف أدفع المصاري كيف أدفع الأموال يعني كل يوم بيومه دكتور صحيح محينا بقى أنخطت كتير لبكرة لان ما بنعرف شو نطرنا كل هالأمور هيدا عم تخلي أنه المريض يعني كزع السنينو بالليل وأنه عنده أوجاع كتير أوجاع بكل الجهات ونحن نقول أن الطب الصيني أطول وأنا بحكي عدة مرات حكيه هون يفضل أن يكون طبيب اختصاصي في الطب الصيني أنا أعطيت دورات لبعض المعالجين الفيزيائيين طبعا مجموعة نقاط يعني هيدا نقاط ما فيها خطر بيستعملوهم كمساعد في علج عملنا دورتين يعني مرة 13 طبيب يعني معالج ومرة كانوا مينة أو تسعة وعطانيهم الشهادة كنا من المستشفى مستشفى السيح اللي كنا عملناها وقتها وحياتا عم تشتغلوا وتصلوا فيه أنه عم يساعدنا كتير بالعلاج الفيزيائي بحط المعالج أربع أو تطأ أو أربع أبر يعني كمساعد بالعلاج وعم تساعدهم كتير كتير للناس أنه يستفيدوا بشكل أسرع من العلاج الفيزيائي لحاله طيب دكتور سرحان بما تبقى معنا من وقت لأنه نحن بالمبدأ نختم على الساعة عشرة لأننا ننقل الديس إليه نهار الأحد بانتظار إشارة البروديوسر شادية ظهر والمخرج ربيع الحلو وفريق عمل برنامج يوم جديد حسين سرحان ابن العيلة زميلنا والصبايا والشباب لنختم وننتقل ونسلم الهواب بالطب الصيني بتشوف هيك موجات يعني من حالات مرضية بتحس إنه هيد الفترة لأوجاع الرأبة فترة يمكن لأوجاع الظهر فترة ما بعرف لأمراض النسائية طبعا طبعا حسب الفصول وممكن مرة ذكرتك إننا نحكي عن الطب الصيني بشكل عام الطب الصيني فيه خمس فصول مش أربعة إنه في فصل آخر هو بان الصيف وبان الخريف اسمه نهية الصيف بيسموه كانيكولاب الطب كل فصل إله أمراضه الخاصة فيه وإله القانالات الطب الصيني الميريديان اللي منستعملهم الخاصين بهذا الفصل هيدا وفيه أمراض عندك مثلا المرض الحساسي بتعرف بالربيع وبأذار وبالربيع بيزيد أكتر هيدا أمراض موسمية كلنا أمراض موسمية بالزيد دكتور علي سرحان مبسطنا فيك كتير على أمل نشوفك دايما ببرنامجنا لأن المشاهدين بتحبك اليوم أصد ما أخذنا مجال للتلفونات لنستفيد من كل المعلومات اللي عندك هيها منوعة حالنا باللقاء مع حضرتك مخصص لاتصالات المشاهدين وطبعا نعطيهم الأجوبة الممكنة انطلاءا من اختصاصك كطب داخلي واختصاصي بالطب الصيني شكرا لك وأحد مبارك مشاهدينا كمان أحد مبارك لألكم غبطة البطرك دخل إلى الكنيسة إذانا ببدأ القدس الإلهي إن شاء الله يا رب صلواتكم تكون كلما مقبولة إلى اللقاء